سيد والي بنك المغرب مشكوراً والمؤسسة ديرو مشكوراً اللي هي مؤسسة عارقة كتقوم واحد عمل كبير جداً على مستوى تحفيز وتمويل الاقتصاد أعمل واحد القراءة اللي تقريباً العناويل الكبرى الجميع متسافق على أنه الوضع الدولي في واحد الضغط على الانفلاسيون على التضخم وهذا واضح ربما هذا عود سيدينا على جواب على واحد سؤال الجديد لبعض الإخوة الصحفية المرتبط بالنتائج الكبيرة التي يحققها المكتب الشريف للفصفات تبين هناك اليوم تضخم كبير جداً على المستوى الدولي جميع المواد سواء الطاقية ولا الفلاحية ارتفعت الأسعار ديها فهذا الضغط الآن اللي عرفوا مادة المحروقات بالأساس واللي يستعملوا هذه المجموعة المهنيين واللي بالمناسبة إذا عملنا مقارنات ما بين بلادنا ومجموعة ديها الدول القريبة البعيدة غلقوا بأن الأسعار لكي يتباع المحروقات في هذه الدول بعد المرات يوصل الجوجي للأوروب وغيرتقال ولكن هذه حقيقة هذه أرقام أرقام يعني هي قد تتكلم هالسعر ديها المادة سمحتوا لي نعطيكم السعر ديها البارح ديها القزوان راح حوالي 1200 دولار فروت ردام 1200 دولار فروت ردام قلنا هذا الموضوع هذا الحكومة قالت ما يمكنش يجب أن ندعمه المهنيين ما هو المهنيين أصحاب الطاكسية لكي المواطن الصغير يركب الطاكسي بنفس السعر أصحاب الطبيسات أصحاب الشاحنات أصحاب الحافلة النقل الطرقي بين المدن الشاحنات التي يهزو البضائع والتي ينقلوا البضائع من مناطق الأخرى لأنه إذا كان تضخم ستكون النتائج وهذا ما لا يريد والدولة والحكومة تعمل مجهود كبير من أجل تطويق التضخم لأن التضخم للأسف مستورد ما كنش تضخم في المواد التي ننتجها ومنك تكون مادة ننتجها وراك تشوفوا كيفاش الحكومة تتصرف كتعبأ جميع الإمكانيات باش توقف على هذيك المادة وتوفرها بشكل كاتيف وتعمل اجتماعات مع المهنيين وبعض الأحيان نقوم بمجموعة من المبادرات التي سيرية لكي تبقى الأسعار ولكن حينما يكون التضخم مستوردا أنا ذاك ما عندك ما تعمل فالهامش للتحرك ديال ديال الحكومة تقول لي خاصة يكون هامش مباشر عبر إقرار دعم وهذا هو اللي درنا بالنسبة لهذه المواد هذه فتعملت مجموعة ديالاجتماعات اللي كانت فيها مجموعة ديالوزارات فيها وزارات تهتم بجميع القطاعات اللي عندها علاقة بهذه الموضوعات ودرسنا العدد ديال السيارات والعدد ديال ديال الشاحنات درسنا حتى السنوات الأقدمية ديالهم شحال القدام شحال يعني المتوسط للعمر ديالهم الاستهلاك خذينا عملنا واحد المجموعة ديال القراءات حاولا فين كيمشيهم فين كي يجيوا شحال كي يستهلكوا وتم إقرار هذا الدعم لكي نساعدهم على تجاوز هذه يعني هذه الأزمة اللي اليوم يعاني منها العالم